زي ما قلت لكم سيفي الجزيري كان عنده يعني مشادة كلامية بسيطة مع فريرا قبل ما يسافر مواجهة منتخب تونس او يتضم ليه المنتخب التونسي وكان فريرا متدايق منه جدا ولما رجع من تونس ما خلووش كمان في قائمة مباراة الاهلي والزمالك بس لعيبة كبيرة في نادي الزمالك تدخلت واقنعت سيفي الدين الجزيري انه يصالح فريرا انه يتعامل مع فريرا بشكل افضل انه يخش يعتذله وبالفعل اعتذر لفريرا وصالح فريرا ورقم عشرة عارف خلاص انه الكباتن في نادي الزمالك كانوا زي ما قلت لكم اقنعوا فريرا بمسامحة الجزيري والنهاردة الجزيري بالفعل بيصالح فريرا وبيسجل هدفين يفوز بيوم نادي الزمالك على فريق البنك الاهلي كارترون بيعرض على محمد ابو جبل الانضمام الى الاتفاق السعودي انتوا عارفين انه في كلام كتير جدا محمد ابو جبل هيروح بنهاية الموسم الى النصر لكن لسه ما فيش توقيع رسمي بخصوص هذا الامر وكارترون من ناحية تانية ومدير فني لفريق الاتفاق السعودي بيحاول يقنع ابو جبل بالانضمام الى فريقه بعد نهاية هذا الموسم ده فيما يخص محمد ابو جبل اللي لسه الامور مش واضحة بالنسبة له مية في المية حمد النقاز بيستفسر عن موقفه من نادي الزمالك وتعرفين حمد النقاز كان انضم لنادي الزمالك مرة اخرى ومضى تعاقد بعد كده خرج عارة وبعد كده دلوقتي هو بلا نادي يعني بس عقده ساري مع نادي الزمالك وبيسأل الموسم اللي جاي هيكون وضع ايه مع نادي الزمالك عشان يبدأ زي بيقوله كده ايه يشوف حاله هيكمل مع نادي الزمالك ولا يبدأ يشوف نادي اخر ينضم ليه ده بالنسبة له حمد النقاز سيد عبدالله نيمار كان اصيب قبل مباراة البنك الاهلي وعشان كده استبعد من القائمة الفريق لهذه المواجهة كانت لصابة شد عضري هي اللي خليته ما يشاركش في هذه المباراة رغم تقول لكم كبير في مباراة الاهلي